يعني عم نحكي عن الفلك والكواكب سمار كيف نلاقي هيك الحالة الفلكية هالأيام الحالة الفلكية حنشوف في الأيام الجاي كتير قصص حلوة وحنبلش بالكسوف الخلقي ب21 حزيران أكيد حبيت الطاقة الإيجابية سمار تبعيك وراح نروح لظاهرة فلكية جديدة يصادل حدوثها في الواحد والعشرين من حزيران وهي الكسوف الحلقي رح تكون بين الساعة 7.30 وال9.30 صباحا حيث تبلغ الذروة حوالي الساعة 8.30 الصباح وبتصل نسبتها بسوريا إلى 35% للحديث أكثر عن هذه الظاهرة الفلكية اليوم بصرنا الرحب بالدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية صباح الخير سعري سعيد صباحك صباح الورد سماري سعيد صباحك صباح الخير صباح الأحداث الفلكية أكيد صباح الأحداث الفلكية المهمة هل في عنا ظاهرة فلكية الأكثر أهمية لهاي السنة 21 غزيران الكسوف الحلقي أو حلقة النار خلينا نعرف سبب التسمية وشو هي هالظاهرة بالفعل يمكن نحن قليل ما نصادف أو نشاهد كسوف بالعالم بشكل عام وبلادنا بشكل خاص حسب مسار الكسوف وحسب الأماكن يغطيها الأمر وظل الأمر هذا العام نحن محظوظين بكسوف جزئي بسوريا سيكون حلقي ببعض دول العربية ودول العالم بسوريا الساعة سبعة ونص صباحا سيبدأ أول دخول لزد القمر على الأرض في سوريا الساعة 8 ونص تماما سيغطي الأمر حوالي تلت الشمس 35% إلى 38% من شمال سوريا إلى جنوب سوريا بعد أن يبدأ القمر بالخروج لينتهي الكسوف في الساعة 9 ونص لكن عالميا سيكون الكسوف حلقي سنشهد اختفاء جزء كبير من الشمس هذه الظاهرة الكسوف الحلقي بشكل عام هو من الكسوفات النادلة الحدوث لأنه لا يحدث إلا إذا توفر شرطين الشرط الأول وجود القمر بين الأرض والشمس على خط مستقيم واحد في مستوي واحد لكن في عنا شرط ثاني مهم أن يكون القمر في أبعض نقطة له عن الأرض إذا تحقق هذه الشرطين مع بعض البعض بنفس اليوم بنفس اللحظة بنفس الساعة يحدث لدينا كسوف حلقي ولهذا الكسوف الحلقي نادر أن عالم كله تستنام على الإجراءات العالمية الموضوع مكافحة كوفيد-19 كورونا فلا سيكون بالشعبية التي كنا متوقعينها قبل كنا نحضر نحن وسلطانة عمان وجهرهم تحية للفلكيين وسلطانة عمان بالياما كنا نحضر لفعالية مشتركة ضخمة جدا لكن للأسف إجاء كورونا والحجر عندهم ممنوع الحركة فهنا للأسف الشديد ما سيكون عندهم رصد يلي سيكون عندنا نحن لأ وفرنا كل الأساليب الصحية ووفرنا كل الأساليب العلمية اللي يكون عندنا نشاط مميز بهذا اليوم شريك نروح معك ومع مشاهدينا نشوف هالتقرير عن الكسوف الحلقي ونرجعك في حديثنا سيشهد تاريخ 21 نحزيران ظاهرة فلكية جديدة حيث سيحدث كسوف حلقي للشمس وسيشهد جزئيا بنسبة تصل إلى 35% ويبدأ الكسوف الساعة السابعة والنصف صباحا وبستمر لغاية التاسع والنصف صباحا وذروته الساعة الثامنة والنصف صباحا لكن لهذه الظاهرة أهمية حيث تسبب ضرر لمن ينظر إلى الشمس بالعين المجردة لذا يجب الحذر مثل ما تعبعنا يا صالي عن الكسوف الحلقي خلينا كمان نحكي عليه بشكل أكبر كيف ممكن نحن نشوفه عابيقوله مثلا نحن ما منقدر نطلع عليه بشكل بشكل فوري نطلع هايك يمكن أنه هو يسبب العما خلينا نحكي عن هذه القصة كمان بالضبط سامار هاي هي النقطة الحساسة بالكسوف الكسوف عكس أي ظاهرة أخرى كل الظواهر الفلكية كخسوف للقمر كهطل شهابي كمرور مزنب كضربة نيزة أي ظاهرة فلكية ممكن نحن ننظر إلى نشوفها نتابعها بدون أي وسائل حماية عدل الكسوف الكسوف وخاصة الجزئي كتير دقيق بالكلام خاصة الجزئي يعني الكل لما يختفي كامل قرص الشمس ما عند عندي مشكلة لأنه أساسا ضوء الشمس اختفى لكن الجزئي واللي بتكون نسبته عالية النظر إلى الشمس يسبب العما السبب الشمس بشكل عام يوميا أنا ما فيني اطلع عليها بشكل مباشر لأنه وهج الشمس إضاءة الشمس بتخليني لا طبيعيا بلا إراديا أنه بعد عيوني ما أقدر اتحمل الوهج وهج الشمس أوي لكن لما يصير كسوف يبدأ القمر بحجب ضوء الشمس فيسمح للعدسة العينية باستقبال كمية أكبر من إشاعات الشمس مثل ما كنا أولاد صغار نلعب بالعدسة ونحرق إيدينا بتصير العدسة تسلط الضوء على الشبكية فبتبلش الشبكية تحترق شوية شوية فبيبلش يظهر معنا بقعة سوداء بالعين بالشبكية تتوسع كل ما استمر الإنسان بالعناد والنظر تتوسع هذه الحروخ لتسبب العما والعما بالكسوف ليس مباشر يعني ما قلت عم تطلع على الكسوف والله ها ما صلي شي لا 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 أنا بلش الحرق بيظهر بعد 24 إلى 48 ساعة يعني بنام فيه بلاقي ما عاد قدر تشوف بس مشكلة وقت الدوامات يعني نحنا عم نحتي مثلا وقت الدوامة مثلا من 7 ونص لتسعة توقيت إنه كل عالم ده تروح على أعماله وشغله شو ممكن تعمل بها مئة بالمئة الفكرة لا يعني هذا الكلام يعني عم نحكيه أنا أنه والله نحن نعود بالبيت وننزل الستاير ونسكر الشبابيك وما نحروح حياتنا أبدا لا هذا الكلام مصحيح إطلاقا أنا فيني مارس حياتي اليومية بكل طبيعية وبكل أريحية بشرط عدم النظر المباشر إلى الكسوف أنا فيني أنا ماشي بالطريق اطلع على انعكاس الكسوف على بلور السيارات فيني أنا وماشي بالطريق إذا بتساعديني سمر بورقتين من عندك ورقتين إذا منحمل لهم هاي ورقة أو هذا ورقة إذا عملت ثقب بورقة وأسقطت الشمس إسلام إيدكي هاي ورقتين إذا الورقة الأولى عملتها ثقب بالدبوس برعس دبوس بس وأنا ماشي بالطريق عملت الورقة الأولى على الشمس وعوالورقة التانية شفت الكسوف حال لا يوجد أسهل مننا، ورقتين بيضاء، لا يوجد أسهل مننا، كلنا ما توفرنا لنا الأبيض، لا نريد هذا، لدينا شيء، طبعاً يوجد شغلات جميلة، لدينا شغلات اسمى نظارات الكسوف، ليس النظارات الشمسية، النظارات الشمسية لا تفيد، أما هذه نظارات الكسوف مخصصة، يعني أنا أضعها بكل سلام وأمان، وبطلع على الشمس، موضة جميلة، صحيح، وهذه النظارة فيها مادة، طبعاً عدة نظارات فيها مادة، هذه المادة هي بوليمار اسمها، مادة خاصة، متوفرة بالأسوار، لا تباع، توزع مجاناً من قبل الجمعية الفلكية السورية، نحن ما منبيعها، لا، كل واحد يأتي طبعاً واحدة، تكون مختومة، هؤلاء اللي أنا أفرجيكم، أنهم يأتي بكيس، يضعها، ويشوف الكسوف بكل أرياحية، يعني هو رايح على شغل المساهم، ممكن يمر على أي موقع للرصد بالجمعية الفلكية السورية، موزع بكل المحافظات معظم، المحافظات، وموجود نظارات، يأخذ نظارات، ويشوفها، إذا حابب يتابع، أنا في البيت، وما بدي أستخدم الوراق، وما بدي أستخدم النظارة الكسوف، مراية، يوجد عندي طريقتين، يجيب مراية، ويعكس، لو الشمس على الحائط المقابل إلي، يشوف الكسوف على الحائط، يجيب يعاقمة، ويضعها، ويشوف الكسوف بيعاق الماء، عندي قصص كثير، وطرق كثير، يجيب ورقة، في الصورة على الكرسي، فبشوفوها الكرسي، في طرق عكس الصورة، بدون ما أطلع على الشمس، الفكرة هون، سامر سالي، مو لعب العيون، هاي عيوننا، يعني أنا الخسران أول واحد، إذا بدي أطلع عاند، أطلع بالكسوف، هذا الشي بي أخسر فيه عيني أنا، الموضوع دقيق، الموضوع قد يسبب العمل دائم، أو العمل مؤقت، لأنه أنا عم أطلع بالكسوف لفترة زمنية أطول، لما يكون الكسوف تحت 30 بالمئة، الإنسان بشكل عام، ما سيقدر يطلع، لأنه وهج الشمس قوي جداً، لكن عندما يتجاوز 30 أو 40 بالمئة، تحديداً 40 و 50 بالمئة، هذا يتيح الفرصة للعين أن تطلع أكثر، هون الخطورة، الكسوف ظاهرة جميلة جداً، حتى للأسف، للشديد الفراعنة، أجداد من الحضارات المصرية القديمة، ما كانوا يوثقوا الكسوف، كانوا يوثقوا حالات العمى الشمسي، يعني كانوا يسمونه العمى الشمسي، يربطوا الكسوف بالعمى، فيعتبروها أنه ظاهرة شريرة، وأنه آمون، مثل ما كانوا يعتقدوا غاضب ومعصب، وسبب هذه الحادثة، إذن ارتبط الكسوف بحالات العمى، نحن لأ، صنع بعصر، نحن موعيين تماماً، الناس واعية لهذا الموضوع، بكل بساطة، بمارس حياتي، بكل طبيعية، بكل أرجحية، وبروح على امتحاني، وبروح على شغلي، بس ما أطلع على الشمس بشكل مباشر، فيه عدة طرق، عدة وسائل، وهلأ الحمد للسيارات، من تشربوا الطريقة، أنا ماشي، ممكن نشوف الكسوف على انحكاس شباك السيارة، هل ستنقلوا الكسوف أولاين عنكم؟ مئة بالمئة، هلأ هون المشكلة سامار بصراحة، نحن طبعاً، بوجهة تحيير وزارة الإعلام، ستكون معنا أكيد بالقنوات السورية، بنقل الكسوف عبر شاشاتنا، كاننا نحن مستنفرين لنقل ومشاركة الاتحاد الدولي أولاين بالكسوف، لكن للأسف، كما تعرفون أنه من الساعة 8 إلى العشرة، امتحانات طلاب الشهادة، والشهادتين، يمكن البكالوريا يوم، الأحد بظن، بلأ الأحد بكالوريا، فهيكون في قطع الاتصالات بين الثمانية والعشرة، فنحن أكثر الناس ستضرر، لا نستطيع أن نسجل الكسوف بكل مراحله، ونعيد بس الساعة عشرة، جيد بالموضوع أن الكسوف الحلقي في سلطانة عمان، سيبدأ الساعة بتوقيتنا سبعة وربع، وينتهي عشرة ونصف، يعني سينتهي بعد انتهاء الامتحانات، فنحن نتواصل مباشرة ساعة عشرة من طريق مواقعنا مع سلطانة عمان، وننقل الكسوف الحلقي عبر شاشاتنا، وعبر جمعية الفلكية السورية، سنكون هناك عدة مراكز بمحافظات السورية، سيكون هناك تلسكوبات، سيكون هناك شاشات، سيكون هناك نظارات الكسوف الخاصة، أسازة مختصين يشرحون للناس، لأننا نريد أن نتابع هذه الظاهرة، ونوصّل صوتنا للعالم أن نحن موجودين، ونوصّق هذه الظاهرة بكل علمية وبكل احترافية، يعني رغم العقوبات التي حتى تصلها للعلم، والنظارات، يعني النظارات على فكرة كثيرا نحن نعاني لنحصل عليها، لكن، نريد أن نوصّل رسالة أن نحن موجودين، سنتابع، ونوصّق، ونسبت للعالم أنه بالعكس، نحن بسوريا، الشاطرين جدا يصنع النظارات أشتر منكم، وفعلا النظارات السورية أخذت جائزة، لأننا نحن هذه نظارتنا بصراحة، هذه السورية، هذه صناعة سورية، والمادة نحن جبناها وصنعناها بسوريا، هذه النظارات تحديدا وكالة ناسا الأميركية تصنعها، وهذه يصنعها الإتلحاد العربي لعلم الفضاء والفلك، إذن ثلاث نموذجات، نحن صنعنا هاي وجبنا هاي من مادة، جبناها من برة، وصنعناها نحن، وأضفنا عليها بعض المواد التي أعطت أفضلية أكثر لنظارتنا، حلو، طبعا هي نحن نحن نبضل بسوريا، ونحافظ عليها بشكل كثير كبير، لأنه فعلا إحضار المواد شغلة ليس سهلة لبنوب، فنحن نحافظ على نظاراتنا للنشاطات القادمة، لدينا عبور لأنه لدينا زواهر فلكية عديدة، فالكسوف جميل جدا لأنه شاهده بالنظارة، وبالذات لما نضع النظارة، ونطلع على الشمس وهي عم تنكسف، منظر من العمر يعني، أولا النظارة تعطينا صورة نظارات الكسوف، غير صورة التي نرحنا نتخيلها، يعني نحن نطلع على الشمس، نجد صفرة، بالنظارة لا تعطينا هيك على هنا الحقيقة الأبيض، ولما يدخل الكسوف ونشوف الحلقات النارية، شعر النارية الطالعة من الشمس، وشنون نشوف البقعة الشمسية، ومراحل دخول الكسوف، والله يوم لا ينسى سيكون، يعني نحن مترقبينه بحماس، وبهمة، لأنه فعلا نحن جربنا كسوف سابق، وقت عام 1999، وكسوفات لاحقة، فمتعة متعة، يعني نحن نستناها كثير، ظاهرة الكسوف، وللأسف كسوف كلي بسوريا، لن يتكرر إلا عام 2060، يعني يكون عمري كوشة سنوات، فأنا يعطيكم ويعطيني طول طول عمر، أصلى إلى 2060، ونشوف الكسوف الكلي بـ 2060، فبعيد كثير الكسوف الجميلة اللي حنشهده، وبالتالي رح ننتهز فرصة هذا الكسوف، لنتابعه، لنوسقه، لندرسه، لننشر علوم الفضاء والفلك للشباب، وللأطفال، لخليهم نهتموا، يعني الأسف الشديد مرة من المرات، يعني كان يشاع أن بعض الدول العربية تخاف وتعتبر الكسوف لهلأ وفق الأساطير والخرافات، لأننا نحن نأكد أنه نحن لا نعتبر هذا شيء، نعم، هناك بعض الأقوام في الصين، في جنوب أمريكا، ما زالوا يطرقونها على الطبول والتناجر والأوعية، لجعل التنين يهرب من التهام الشمس، لكن لدينا نحن لأمة في هذا الشيء، نحن لدينا رصد للكسوف بشكل علمي، مضبوط ودقيق، نعم، فعلاً، هذه قصص حتى اليوم نحن نوثقها، ونصورها، يعني حتى اليوم ما زال هناك اعتقاد في الصين، وللأسف شديد مبارح كانوا يحبوا فيه أن التنين سيلتهم الشمس، نحن لازم نعمل ضوضاء، أصوات، لحتى يهرب التنين للشمس، قبائل أمريكا الجنوبية، حتى اليوم يمتنعون عن الخروج من بيوتهم، ما بيأكلوا، ما بيشربوا، ما بيتمارسوا أي نوع من المعرفة، يعني ما بيقوموا بمكانهم، الخوفاً من الشمس، لأنه يعتبروا الكسوف هي حالة لعنة من الشمس، ولذلك لازم يحترموا الشمس، يظلوا قاعدين، لحتى يخلص الكسوف، لكي ترجع الحياة لطبيعية، وما تزعل منهم للشمس، ويخوفوا أولادهم كمان، يعني عزبوا، صحيح، ومن الملاحظ، كمان ذكرتيني سالي بتخويف الأولاد، في مسألة من قوله، نحن بسوريا كثير، أنه والله لا فرجيك نجوم الظهر، هذا معروف، أنه بدي فرجيك نجوم الظهر يعني، عندما يقول له لابنه هشي يعني يعاقبه، أنه كثير معصب، يعاقبه، تعرفوا أن نجوم الظهر، هي ظاهرة فعاليا علمية، حقيقية، ومثبتة، وتظهر حقيقة، وقت الكسوف الكلي، عند الكسوف الكلي، يحتجب تماما ضوء الشمس، لما يحتجب ضوء الشمس تماما، تظهر النجوم في السماء، ونرى نجوم الظهر، تمام، دعنا نحكي عن الأحداث الفلكية القادمة، لدينا أيضا كسوف، في 14 ديسمبر سيكون لدينا كسوف، دعنا نحكي عنه، وفي شهر ديسمبر لدينا أيضا الشهوب، دعنا نحكي عن الظاهرة الفلكية الثانية، تمام، في ديسمبر كانوا الأول لدينا كسوف للقمر، طبعا برجع أكد أنه ظهرت الكسوف هي الأروع، أحلى من ظهرت الكسوف، لأنه فيها شغل، بدي نطبارات، بدي أسقط بالتليسكوب، بدي وراء، يعني فيها شغل، أما الخسوف، هي بقدر تطلع فيها بالعين مجرد بكل بساطة، وينما كنت، هي بديسمبر سيكون خسوف جزئي، إضافة له الشيء عنه بـ 11 آب، يمكن هو الأقرب بـ 11-12 آب، ظاهرة الهطل الشهابي جميل جدا هذا العام، ستمر الأرض بزين مزنب، ببقايا مزنب، سيكون فيه ألعاب نارية بالسماء، من الظواهر الفلكية الممتعة، وحتى في ظاهرة كل 20 سنة، لتطلع مرة، هو اقتران كوكب زحل مع المشتري، كمان أن هذه كل 20 سنة التي يجب مرة، تمام، أنا كندي إصالت فعلا مية بالمية كلامك، سمر صحيح، إذا الهطل الشهابي، وبعدين عنا اقترانات الكواكب، عنا زحل والمشتري بالسماء الآن يتألقان بشكل جميل جدا، وخاصة اليوم بعد غروب الشمس، يلاحظون الناس، في نجمة لامعة جدا بالاتجاه الشرقي للأرض، هذا اتجاه الشرقي هو موقع كوكب الزهرة، الآن كوكب الزهرة لامع جدا، عنا بالاتجاه المقابل تماما، الزحل والمشتري في شكل جميل جدا، إذن عنا فعلا سلسلة من الأحداث والظواهر الفلكية، خلال النصف الثاني من عام 2020، بتوقع ما زال أنا بالنسبة لي الأربع هو كسوف الشمس، 21 حزيران، يمكن هي اللي حتكون أكثر اهتماما عالميا، لكن كمان الخسوف ما ننسى، والهطل الشهابي، رح أذكركم فيه إن شاء الله بوقته وبإداع شقاب، لأنه كمان ممتع أن نشاهده، ونتأمل الشهوب، ونشوفه يعني تتساقط هيك بطريقة كثير جميلة، يعني شجعتنا أنه نحن نحن الكسوف إن شاء الله نقدر نلحقه، أو نشوف التشجيل اللي حضرتكم ضمن الجمعية، الفلكية حتقوموا فيه، حديثنا يطول معك، ولكن وقتنا خلاص، نتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله يا رب، جميع الأحداث الفلكية تكون بمنحة إيجابة ومؤثر إيجاباً على كوكب الأرض، أكيد، أكيد ساري سعد صباحك، أنت وسامار، وأكيد بحذر وبأكد عدم النظر للكسوف الجزئي بسوريا يوم 21 حزيران، أكيد ناطرينها ظاهرة الفلكية المهمة، نتمنى لك التوفيق، شكراً لوجودك معنا، شكراً، شكراً،